حتى الشناوي يصنع ويتقلق مرة تانية أهلا بيكم مبروك التأهل للمباراة النهائية مش جديد على الأهلي كنا متوقعينها كنا منتظرينها والأهلي ده الجديد اللي عرفنا النهاردة في مواجهة الوداد في رابع نهائي على التوالي والنهائي رقم 16 في تاريخ النادي الأهلي إفريقان خلونا نرحب كابتن أحمد عدل ضفنا ونجمينا النهاردة في السادسة مثل الخير كابتن أحمد مبروك على كورة الأهلي اللي قدمها في مشواره في دور الأبطال مبروك طبعا على التأهل للمباراة النهائية في البداية بسم الله الرحمن الرحيم دايما ببقى سعيد وأنا موجود مع حضرتك وطبعا لازم نبارك لكل جماهير النادي الأهلي والمجل الزارة النادي أهلي واللعيبة والجهاز فعلا اللعيبة على قد المسئولية وده حاجة مش جديدة زي ما حضرك قلت على لعيبة النادي الأهلي وده كان متوقع ثقة الجماهير كلها في اللعيبة الموجودة أو في الجيل الحالي ثقة كبيرة جدا وفعلا اللعيبة بتقدر تبع عند قد المسئولية وتبع عند حسن ظن الناس وعند حسن ظن الجماهير وكل محبي النادي الأهلي وإن شاء الله ربنا يكمل على خير ونقدر نحرز البطولة 11 في تاريخ النادي الأهلي وده أنا شايفين ده إنجاز كبير جدا إن شاء الله الجيل الحالي يقدر يحقق بإذن الله كتير معلش هارجع معك مشوار طويل شوية بس كتير توقع مع لخبطة الحسابات في دور المجموعات كتير توقع وكتير تمنى أنه الأهلي مش هكمل مشوارة في دور الأبطال خلينا نبقى واقعيين إن وارد وارد الظروف تساعدك ده وضع طبيعي في الظل برضو إن الحالة لو هنرجع بالذكرة للتاريخ شوية إن إحنا كنادي الأهلي ممكن الظروف ما كانتش بتساعدنا لكن بالإصرار والعزيمة اللي عند اللعيبة وإن دايما في الكرة ممكن أنت توصل لأهدافك لكن محتاج حظ أو محتاج بعض الظروف اللي تقدر تساعدك أو خدمة من مباريات أخرى تقدر أنها تأهلك وده اللي كنا بنواجهه دايما إن دور المجموعات أداء إن دي الأهلي ما بيبقاش المية في المية لكن بيعرف يوصل إزاي سواء الظروف بتساعده أو بيعرف إنه حقق ثلاثة بنت في ظل إن الأداء ممكن ما يبقاش كويس لكن إن أنت بتوصل بعد كده للأدوار المتقدمة لا فعلا اللعيبة بتبعنا لأد المسئولية بيبقى خلاص هدفك إنت عديت المرحلة دي بتستعيد أوراقك تاني بتستعيد حتى طرق لعبك تانية مع الجهاز الفني وبتقدر أن إنت إزاي توصل للفينال أو إزاي أن إنت تتغلب حتى لو الكرة مش ماشية معك أو حتى فنيا إنت في بعض الإجهات لأن زي ما بنشوف دايما إن العيب تنادي الأهلي أو كل اللعيبة الموجودة داخل قايمة النادي الأهلي على مدار بتشارك في السنة حوالي 6 أو 7 بطولات كل 3 أيام مباراة أو 4 أيام مباراة لكن دي كل الصعوبات اللي هيواجهها النادي الأهلي لكن بيعرف إزاي يوصل للأدوار النهائية وده اللي بيحقق وده الغرض في الأخ دايماً مجلس الإدارة هيحاسب الجهاز الفني على البطولة مش على خسارته مباراة أو مبساولة مباراة لو حاولت أقرب معاك يا أحمد شوية وإنت يمكن عيشت الأجواء دي أو أجواء مشابهة إزاي بيحصل للتحول يعني التحول ده مع كامل احترامي طبعاً لفكرة روح الفنيلة والكلام ده ممكن يحصل في مباراة أو في اتنين الروح تعوض فيها تراجع المستوى غياب لعيبة مهمة لكن ما حصلش في كل مشوار دوري الأبطال يعني من أول خسارة قدام سعن داونز واللي كتير من جميعنادي الأهلي مش بس ما كادش راضي عن نتاجك لكن كمان ما كادش راضي عن المستوى والأداء اللي بيظهر بين نادي الأهلي أنك أنت تلعب ست مطشاط في دوري الأبطال تسجل فيهم 13 هدف ما تخسرش فيهم ولا مباراة وانت بتلعب ثلاثة بر أرضك وتلاثة جوى أرضك وتسجل 13 هدف وما تستقبلش شباكك ولا هدف ويحصل نقلة نوعية 180 درجة ده زي يحصل؟ هل هي قصة مدير فني؟ هل هي قصة لعيبة؟ هل هي قصة إدارة؟ التحول ده تحول صعب جداً سيناريو ما حدش كان يتعقعه عليك حتى المنتمين والوثقين في الأداء ما يقدرواش يفهموا التحول ده خلينا نبقى واقعين أن كل جهاز داخل النادي الأهلي كمنظومة كمجلس إدارة أو كجهاز فني أو كلعيبة كل نعلم مسؤولية مسؤولية معينة وخصوصاً أنا من أكلم في دوري المجموعات هنقول مثلاً الفترة دي بيبقى لسه مدير فني لسه جاي جديد للنادي الأهلي لأن النادي الأهلي الفترة الأخيرة في أكتر كان مدير فني لحد ما استقر المجلس الإدارة على مستر كولر فهنا الفترة بتاع الدوري المجموعات هتلاقي مدرب لسه جاي جديد النادي الأهلي بيعمل صفقات لعيبة لسه جاية الجيل الموجود بقاله 6 سنين تلاحوا مباراة بشكل كبير جداً فبيبقى في بعض الأوقات أن أداء النادي الأهلي متزبز ببعض الشيء في دوري المجموعات لكن فيما بعد خلاص الرجل استقر على طريقة لعبة معينة وحضرك الأرقام همشوف أن هي أرقام جيدة جداً لكل اللعيبة ممتازة جداً الأهلي هو الأقوى هجومياً ودفعياً نتفاق على كل الفرق اللي بتشارك في نسخ الدوري الأبطال السنين لو هنتكلم الأرقام دي ممكن حضرك تقدر تقول بقالها 20 مباراة و 25 مباراة في جميع البطولات اللي بيشارك فيها النادي الأهلي من ساعة ما مستر كولر جاء وكان بادئ بطريقة لعبه معينة 4-2-3-1 وبعد كده الرجل في وسط الموسم عدل طريقة اللعب قد مهام هجومية لبعض اللعيبة من أهموم محور أداء النادي الأهلي هو حمدي فتحي وتغير كامل في طريقة لعب النادي الأهلي مع دايماً لما بتكلم على مفتيح لعب النادي الأهلي وهي في حالتها الطبيعية أو في الحالة الجيدة بتاعتها هتلاقي الأداء الجماعي بحق الغرض بحق المكسب سواء داخل الملعب أو خارج الملعب ودي استراتيجية الراجل إنه عنده ثبات على التشكيل بشكل كبير جداً ما بيغيرش كتير في التشكيل وده ما كانش بيحصل في المديرين فنين قبل كده عنده 25 لعيب أي حد خارج الثامنة عشر أو خارج الحداشر اللي بيبدأه بيبقى ليه دور سواء طهر لما بينزل شريف لما بينزل بعض اللعيبة تنزل ثلاث تغييرات عبدالقدر مع سليا مع خلد عبدالفتاح مع أفشة أنا شفت أن الأداء كمان اتطور دي مش موجودة دي مش موجودة إلا في الفرق الكبيرة في الفرق الكبيرة واستراتيجية الراجل إن لما تغيير بينزل هتلاقي هي نفس طريقة اللعب ودي اللي بيزهر بها الراجل وحطت استراتيجية وقدر إنه يبقى الشغال عليها مع أداء أروع أنا بشوف من الفارق مع أداء نادي الأهلي هو مروان عطية في نص ملعب نادي الأهلي إنه هو يشيل مع أليو ديانج مع حمدي فاتحي مع تغييرات السلية لما بينزل وطريقة اللعب ممكن تقلب 4-2-3-1 لو راجل بيلعب بأفشة ينزل هنا عندك ستة لازم تقعد منهم تلاتة والستة صعب صعب جدا صعب على الجاز الفني وصعب على اللعيبة وصعب على الجمهور لأن الجمهور برضو بيحبه وبيفضل يعني فيه مقصدي يعني طول الوقت حمدي وفاتحي ومروانة آآ طبعا وفيه كريستو كمان لا فيه ناس كريستو بس خلاص في الأرجنتين بقى مع تونس في كاس العالم فلنالوا التوفيق يعني وبعد كده لاتر اوم بقى ان شاء الله في بقية الموسيقى في بعض اللعيبة هتنزل تفرق مع أداء النادي الأهلي لكن هنا أنا بشوف برضو المسؤوليات اللي على اللعيبة المسؤوليات اللي على اللعيبة لأسم الله حضرك قلتها دي ما بتلعبش ما بتبدأش فهنا ان هو يتقبل ان هو يعد وينزل ويقدي الدور اللي مطلوب منه ودي مسؤولية على اللعيبة بيقدر يساعد بيها فرقته ودي حاجة مش جديدة يمكن دايما وانت موجود داخل النادي الأهلي مهم جدا يبقى عندك مقاومات البطولة سواء انت بتشارك او مش بتشارك او انت لعيب كبير يعني قفشة لعيب كبير جدا السولية لعيب كبير جدا كندوسي لسه صفقة وهيبقى اضافة ان شاء الله لنادي الأهلي ان انت بتبقى تنزل بديل وبتأدي الدور اللي مطلوب منك وازيد فدي دي دي بتعمه في مصلحة الفرقة ودي الجو المناسب اللي مهيقو مستر كولر مع كابتن سعد عبد الحفيز ويبقى قفلين على الفريق بشكل جيد فهنا لازم هتلاقي نتيجة اجابية وليزم هتلاقي بطولة طيب قبل ما كلمك على مطش مبارح على مطشين الترجي عموما وروح معك لمطش الوداد بقى خلاص رسمي خليني اخد رأيك لأول كنت متوقع انه سان داونز يخرج كنت متوقع انه الهلال يتأهل من بريتوريا من جنوب افريقيا ولا كنت شايف انه سان داونز حط رجل فينا كنت شايف انه سان داونز خلاص انا كنت مع سان داونز انه هو هو مش فريق بطولة فريق ما بيعرفش يجيب بطولة لكن لان مقاومات البطولة داونز عنده كل مقاومات على فكرة تاني اعلى قيمة السوقية في افريقيا بعد نادي الاهل فما عنده مشكلة فلوس عنده ادارة عنده رجل اعمال موتسيبي صغير بيصرف عليه بنشوف صفقات على اعلى مستوى صفقات من كل حتة في الدنيا عنده جمهور عنده القاب على المستوى المحلي وعلى مستوى دوري الابطال فيعني دا شئول عليه فريق ما عندهش شخصة البطل قوي وعنده طموح اكيد وبيظهر في كل نسخة يعني يعرف دايما ايه في الاول كده اول ما يختفق يعني تلاقي الناس كده بقولك اوف صندونز 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 وعكده بعد شوية تلاقي صندونز وش بوجود ما هي دي اللي بقول حضرك عليها يعني انت ممكن توصل يعني اشوف ارقام صندونز ان هو سمي فاينال يوصل ربع النهائي يوصل لكن ما يقدرش يجيب البطول يعني واجب على حساب الزمالك 2016 دي اخر مرة جابها مع موسيماني برضو وهتلاقي الاداء هم هم نفس مجموعة اللعيبة اه فيه لعيبة كتير مسكوة دي اللي موجودة طبعا هو اللي فاز بالبطول 2016 هتلاقي الاداء جيد في دور المجموعات هتلاقي الاداء جيد وبيقعد يقدر يعدي الادوار زي يعني ممكن نشبه الاهل شوية في دور أبطال أوروبا يعني الاهل زي ريال مدريد يعني ريال مدريد دور أبطال أوروبا معينة يعني عند الاهل بتبقى موجودة ان الوداد يوصل برضو أكيد عنده مكاومات البطولة شفت الجيد شفت المباراة النهاردة فرقت عليها طبعا لا الوداد يا بخطأ طبعا من سانداونز لكن الوداد عنده إصرار وعزيمة وده اللي أنا كنت بأتكلم فيه دايما الفترة الأخيرة ان فري الوداد قريب شوية الروح والعزيمة والإصرار من نادي الأهلي فلا أنا كنت أفضل لي كنت تتمنى الوداد بس كنت شايفة ان فرص سانداونز كانت أكبر أكبر لخصوص المباراة الأولانية هناك في الوداد فري بيلعب تسع وبيقدر ان هو يتعادل خارج ملعبه لكن أنا مفتاح المباراة كان بالنسبة لي السفر سفر تعفل لو مباراة نتعت واحد واحد أقول لك سانداونز هيخلص لكن السفر سفر ده معناها انه اي هدف يسجله الوداد هيصعب بشكل كبير جدا وكان وارد وطبيعي ان الوداد يسجل يعني الوداد فريق شارس بيقدر ان هو يستغل الكور السابتة بشكل جيد لكن أنا كان أفضل ان احنا اللعب الوداد وأنا متطمن ان شاء الله ان النادي الأهلي ان شاء الله مع الوداد هيقدر رحال البطول ان شاء الله بإذن الله عندهم مدير فني جديد اسمه فاندر بروك الوداد اه شفتوا او ماتش اشوف الوداد النهاردة تحت قيادته امكان شفتش ماتش الزهاب الانتهاء صفر صفر لكن دي أول مباراة تفرج على الوداد تحت قيادة فاندر بروك مدير فني هولندي ممكن ده بيدي حافز اللعيب المدير فني الجديد لما بيجي في نص السيزن يلحق يعني يفوق فرقة يحط بصماته يحط بصمة نفسيا يبقى فيه شدة يعني في نص موسم ولا ولا ده صعب يعني فوزه النهاردة أو تقول الوداد النهاردة ما يحسبش قوي لفاندر بروك زي ما بيقولوا أكيد أكيد تغير أي مدير فني بيدي دوافع للعيبة وخصوصا اللعيبة اللي ما كانتش بتشارك خصوصا اللعيبة اللي ممكن تبقى لسه راجع من الأصابة لأن الرجل لسه جاي مش عارف حد مش عارف حد من اللعيبة هو بياخد تقارير من المدير الفني السابق لكن بيبقى مضطر أنه يشوف كل اللعيبة وهنا من صالح الفرقة أن اللي برا خالص عزيز بتنفسه أن لأ أنا كان المدير الفني يدخل آه لا أنا كان جدير أنه أتمرن كويس هتلاقي كل السكويد تاعة فريق الوداد بيتمرن كويس شدد نفسه بشكل جيد اللي بيبقى بعيد عن التشكيل بيبقى مريح شوية بيبقى دون يعني بيبقى مريح وخلاص هو المدير الفني مستقر على 16 لعيب 14 لعيب لكن لما بيجي مدير فني جديد كله بيشد ورجل جاي مش عارف حد فهتلاقي كل اللعيبة شد نفسها اللعيب اللي بيشارك أساسي بيدوس على نفسه أكتر لأن أنا عايز أزبط نفسي إن أنا جدير إن أنا كنت الفترة الأخيرة إن أنا بلعب في المكان دوت هنا العملية التنفسية دي اللي موجودة داخل نادي الأهلي حاليا إن أنت في كل مركز فيه 2 أو 3 لعيبة دي بتدي أفضلية للتيم دي بتدي حيرة زي ما حضرك قلت للمدير الفني إنه هو عندك كل العشرين لعيب أو الخمسة وعشرين لعيب جاهزين إن هم يشاركوا ده بتدي اللعيب الأساسي بحريس على مركزه وإنه هو مش عايز سيب مركزه بتقلقه طبعا داخل الملعب ده بيدي أفضلية للفريق بشكل عام إيه اللي عجبك في كورة الأهلي في مطشين الترجي مطش الأولين في تونس اللي خلص ثلاثة والمطش مبارح المورات العودة اللي خلصت واحدة إيه أكتر حاجة عجبتك أو يعني جدة انتباهك في مطش في أداء الأهلي فوآن بتاع مفاتيح لعب بالنادي الأهلي يعني فوآن اللعيبة فوآن بيرسي تاو وهو مشارك بالنسبة أكبر في الأهداف الحالة الجيدة اللي عليها حسين الشحات عودة كهرباء وتقلقه في جميع المباريات وثبات مستوى وإنه مستوى ما منزلش طريقة اللعب اللي بلعب بها مستر كولر تتناسب مع المجموعة الموجودة وكان من أهمهم زي ما قلت محور أداء حمدي فتحي سواء على مستوى الدفاع أو على مستوى الهجوم لو ما الراجل بيطلب منه بشكل أو في وقت من الأوقات المباراة أنه هو بيرجع يبقى في نص الملعب يلعب بتلاتة فلات سواء أليو أو حمدي أو مروان عطية لا الأداء مطمئن أداء مطمئن ومش عايزين نبخيس حقه برضو خط الدفاع خط الدفاع والتنظيم الدفاعي أداء محمد هاني فارق وثبات مستوى فارق بشكل كبير جدا مع الجابهة اليمنى مع علي معلول أنا بشوف أنه هو من أهم مفاتيح اللعب النادي الأهلي 14 أسس جموسين ده في كل المسابقات رقم صنع ألعاب مش بك شمال يعني ده اللي أنا بتكلم فيه دايما علي معلول هو أهم مفاتيح اللعب مش على مستوى مصر لا على مستوى أفريقيا والوطن العربي هو من أهم مفاتيح اللعب وخصوة لما تبقى داخل نادي الأهلي مع السبات خط الدفاع سواء الرجل ارتكاز محمد عبد الماني مؤداء وثبات مستوى سواء بيعاب جامب الهجوم عبد المانعم طلعا طلعا كده عن تلية في شط التاني لو تفتكرها بوكس تو بوكس زي ما بيقولوا وعمل جانب لعيب كورة يعني احنا دايما عندنا فكرة انه المدافع وبالذات القلب الدفاع ده أو المساك ده قوة اجريشن تيك اوف عالي التحامات يعني فهم والكورة مش لازم تبقى أعلى حاجة لكن عبد المانعم عنده كورة وبالذات كمان وفي الكورة العالية دايما بيبقى يعني هدر على أعلى مستوى لا عبد المانعم دايما فارق حتى مع مع أداء نادي الأهلي حتى نضيف كمان على كلام حضرتك ان عبد المانعم فارق مع أداء علي معلول حيث التغطية اللي بيعملها وراء علي معلول في حالة الزيادة الهجومية طبعا مع أداء ياسر إبراهيم ياسر إبراهيم لما بيتطلب منه انه يبقى موجود ما بتحسش ان ياسر مثلا ما كانش بيلعب او ما كانش بيشارك الفترة الأخيرة رجعه بالسلامة طبعا رمي ربيعة متولي لما بيتطلب منه انه يبقى موجود ما بتحسش ان فيه فرق ان عبد المانعم هو اللي بيعمل انت النهاردة تقدر تقول اي اسمين من الأربعة اللي انت قلتهم دلوقتي بيحطوا في تشكيل الأدام بتغيرش اه يعني الأدام بتغيرش دي راجع للراجل راجع للراجل وطريقة لعب وطريقة أداءه وطريقة استراتيجيته في اللعب ان أي حد بيشارك هتلاقي هو هو نفس رفم اللعب وهو هو نفس سيناريو اللعب ده راجع للجهاز الفني ومسؤولية عند اللعيب حتة المسؤولية والبطولة وان احنا نبقى حرسين نحرز البطولة واللي ما بيشاركش بتشوف الفرحة انا بشوف من الحاجات الإجابية في النادي الأهلي هو اللعيب اللي بر اللعيب اللي بر ازاي عايزة البطولة بنشوف في فرقة تانية اي حد بيتغير اي حد ما ببقاش بيشارك بممكن بلغة الكرة كده بيقلب وشه لكن لا اللعيب اللي بر على قلب رجل واحد مع اللعيب اللي جوه وحتلاقي خمسة او ستة من اللعيب اللي بر لما بتنزل بتضيف للتشكيل الأساسي فلا دي حاجة حالة جوه قد لبس النادي الأهلي انا الشخصية مطمنوني بشكل جبري جدا نتيجة المباراة مبارح او نتيجة المواجهة اجمالا بتشوفها ازاي فكرة انها كنت تكسب الترجي في دور قبل نهاية بنتيجة اربعة ثلاثة في تونس واحد في القاهرة انا شايف ان الافضلية كان ولدتنا المباراة اللي في مصر هي المباراة اللي هناك تاعت هناك وساعدنا برضو عشان نبقى صرحة اواقعية ان هو غياب العمل الجماهيري عن فريد ترجي ده كان مدي الافضلية للنادي الأهلي وهنا اي فريق بيلعب النادي الأهلي صعب جدا تلعب النادي الأهلي لعب مفتوح او طريق لعب مفتوح او تفتح خطوطك امام النادي الأهلي لان ازاي ما قلت لحضرتك مفاتيح لعب النادي الأهلي في احسن حالتها لو هتقدر تقفل انت كفريق تقفل على بيرسيتاو هتلاقي حسين الشحات شغال المطشبته على الترجي يعني تحديدا النقطة دي انا شخصين لاحظت فيهم تطور سرعة نقل الهجم عند النادي الأهلي بشكل كبير جدا يعني يعني فقال عدد من لمسات وما فيش ما فيش حاجات بالعرض كله قدام كله قدام 3-4 لمسات الكورة بتوصل وفي مطش الترجي كمان بالذات يعني حتى الهدف الأحراز وحسين الشحات المبارح نتيجة هجمة فيها نفس قطع كورة باس 2 الشحات هو جول انفراد لكن في مطش ترجي لا فيه ضياح عبدالقادر كمان لا العبدالقادر دي قصة تيكي تاكا دي دي انا هجي لها دي دي انا هجي لك عبدالقادر انا سأسيبك عبدالقادر انت انت المرح مش احضرت هدف سيبك من الهدف انت احضرت واحد من اجمل اهداف الاهلي على مدار تاريخه كله خلا بقى لك السيد رحمد انت عارف اللي صلت الضوء ان الهجمة تفنشت كويس لكن لو هكول المباريات او في خلال اي مباراة هتلاقي النادي الاهلي بيعمل دي يعني بيعمل زي ما حدرك بتقول لعب القدام مع خمس ست نقلات انا بجوار 18 الكرة بتاعت عبدالقادر دي طبعا يعني انا بهزر طبعا بس هي هي بجد يعني كانت هتبقى واحدة من اجمل لقطات الكرة اللي عملها الاهلي في تاريخ كله بس هي الكرة بتاعت عبدالقادر دي تحديدا هي الكرة اللي جمهور الاهلي مستنيها من فرقته طول المطش طبعا في اي مباراة يعني عارف لو اقول حدك بتحصل المباراة انا بقول لك انا ابتلت الحق النهاردة بقول انه مطش مبارح فنيا كرة يعني سيبك بقى من نتيجة وسيبك من انك اتأهلت النهائي وسيبك من انك كسبت الترجي هنا لكن كرة مبارح الاهلي 90 دي طب له ممتع انا مبارح شايف انها افضل مباراة الاهلي في دوري ابطال افريقيا ان لم تكن في السيزن كله لا احنا هنشوف انا بشوف في كل المباريات الكرة دي بتحصل كتير جدا لكن الترجمة في الاخر ولو هنفتكر برضو الهدف اللي جابه بيرسيتاو لما كهرباء عملها له بكعب رجله دي احنا طالعين بيها بيرسيتاو مثلا خط الظهر اللي محمد هاني في نص الملعب لقاليو اللي بيرسيتاو 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 بيروح على كهرباء بيقدر يعمل وانتو كهرباء يحط له بكعب رجله بيروح الرجل بيسجل هدف لا فيه يعني فيه شكل هجومي للنادي الاهلي اداءا ونتيجة مع الرجل زي ما اقول لحضراتك مفاتيح اللعب في حالتها بشكل كبير جدا عشان كده هنلاقي اداء ونتيجة الاداء مرتبط بالنتيجة احمد يعني خلينا نقول لو لقال دير الله مثلا الاهلي كانت غلب هناك هل كنت هنا هيبقى فيه لود هيبقى فيه ضغوط على اللعيبة هيبقى فيه سترس انك انت عايز تعود خسارة مثلا فبالتالي ده يأثر على شكل اداءك وعلى حلاوة على جماليات الاداء ولا الفوز المريح وضمان التأهل بيخليك تلعب عصاب مرتاحة فبالتالي بتنفذ اللي مطلوب منك او الجهاز الفني بيديك مساحة اكتر انك انت متع وتمتع يعني متع نفسك في الملعب ومتع الناس اللي موجودة بتتفرج عليك لا انا شايف ان هي من اميز الحاجات للراجل اللي هو اللي شغال عليها ان ايا كانت النتيجة هو سيستم اللعبة ما بيظاهرش حتى لما الاهلي بيخش فيه هدف ما بيبقاش استعجال على انهاء الهجمة مثلا او استعجال ان الاهلي يفنش كويس او بيبقى فتح خطوطه لا اداء اللعبة ما بيتغيرش وده اللي انا كنت بناشد به دايما اي مدير فني يبقى موجود داخل نادي الاهلي سواء كانت النتيجة بر او داخل الملعب انت مهم جدا انت النادي الاهلي على مستوى افريقيا مهم جدا ان تفرض اسلوب لعبك سواء خارج الملعب او داخل الملعب سواء بتلعب فريق كبير او فريق صغير وده اللي الراجل شغال علي دايما عشان كده حتى لو كان في نتيجة سلبية هناك في تونس ما كانش الاداء هيتغير ما كانش هبابه يتصرف من اهي الهجمة النادي الاهلي ولعب النادي الاهلي بيقدر يفصل كويس يعني بيفصل المباراة الاولانية عن المباراة التانية وده السبات الانفعال اللي عند اللعيبة اللي موجود داخل الملعب لان دايما دايما زي ما بقول دايما ان ما فاتح لعب النادي الاهلي سواء بيرستيه او حسين الشحات او كهرباء الهجمة اللي بيقدروا يروحوا بيها مثلا من 3-4 هجمال لا بيحرزوا هدف يعني بتبقى هجمة منظمة بيقدر يحرزوا هدف مع دي كانت ميزة كهرباء ان انت من ربع فرصة او من نصف فرصة بيقدر يسجل هدف فهنا دي ميزة كهرباء ميزة بيرستيه انه بيعمل أسست وممكن يحرز هدف حسين الشحات بيعمل أسست وممكن يحرز هدف حمدي فتحي لما بيعمل الزيادة من تحت بيعمل زيادة عددية بيحرز هدف بيحرز هدف بيحرز هدف كده كل جماهير النادي أهلي متطمنا الأداء النادي الأهلي. وفي الآخر بنلاقي نتيجة. تقدر تقول مارسل كولر من بداية السيزن الوقت يأمتع وأقنع. يعني قدم اللي كان منتظر منه ولا لسه شوية. لا هو المنتظر منه أكبر كم من البطولات. يعني أكبر كم من البطولات. يعني أنت هتقيم الرجل على الأرقام بتاعته أو على بطولاته مع النادي الأهلي. طبعا. بس. طبعا. لأن هنا ده اللي عايزه مجلس دارة النادي الأهلي. أن أنت الراجل دايما استراتيجية أو سيستم مجلس دارة النادي الأهلي. أنه بيحاسب الراجل على البطولة. لأن أنا كنت داخل النادي الأهلي وبنتحاسب على البطولة. كان موجود كابتن حسن حمدي وكان الكابتن خطيب نائب. حققنا إذا اشتركنا في سبع بطولات. حققنا ستة اتحاسبنا على السبع. أنت زي ما دقوا وكان ساعتها كان مباراة النجم الساحلي مع العارجون. 2007. وكان لها دربتين جزائل. واحدة لابوتريكا واحدة لجديد. وكان لنا دربت جزائل في تونس هنا. فإحنا فوقينا أن كابتن حسن عامل اجتماع بالفرقة. أنتوا إزاي ما تاخدوش البطولة دي. فهنا مردودك أنت كلعيب. لا الراجل أو مجلس الإدارة بيتحاسب على البطولة. لكن خلينا كلم جمهور. يعني الإدارة لها في النهاية طبعا أرقام. لكن جمهور. هل أنت شايف أنه النهاردة كواحد من الجمهور الناس راضية عن بصمة مارسل كولر؟ الناس شايف أنه الأهلي تطور أو عالج مشاكله وأداءه تطور مع مارسل كولر بالشكل يتناسب مع اللي كانت مستعينيها الجمهور؟ أولا عشان نقول ده لازم سيزين كامل يخلص ونقيم مارسل كولر كموديل فني. والله أنا أكتر حاجة بتفرحني من جمهور النادي الأهلي. إن هي في أي حالة من الأحوال بتساند. ما ده مفوش شك. لكن اللي رفع سقف طموح الجمهور. ودي حاجة ما يتلمش عليها جمهور النادي الأهلي. إنه دايما عايزك الأول. دايما عايزك تحرز البطولة. لأن أنتوا كلعيبة أو كأجيال رفعتوا سقف طموح جمهور النادي الأهلي. طبيعي إن أنت توصل فينا لأفريقيا. لكن اللي مش طبيعي إن أنت ما تحققش. لأن أنت حققت قبل كده. وجدير إن أنت تحقق. فعلى كده ممكن جمهور النادي الأهلي بتبقى زعلانة شوالا إن أنت ما حققتش البطولة. لكن بتسعد بشكل أكبر لأداء الفرقة. لأداء الفرقة لما بتشوف اللعيبة كلها عملت اللي عليها. كله تعب. كله قدى اللي عليه. كله قدى الأداء أو المرضود اللي مطلوب منه اتجاه الفرقة. هتلاقي الجماهير حتى لو في نتيجة سلبية أكيد بتساند. لكن لما فيه تخازل بعض الشيء من بعض اللعيبة أو تخازل في الأداء أو تقصير من المدير الفني. فهتلاقي ده اللي بيغضب جماهير النادي الأهلي شوية. لكن دايما بنتكلم أن جماهير النادي أهلي بتساند دايما في المرة قبل الحلوة. وده اللي ما عودنا عليه كل جماهير النادي أهلي. لكن الكرة الحلوة أكيد بتسعد بها الجماهير مع مكسب. وده اللي قدرين مستر كولر بالجهاز الفني باللعيبة أن هم يوصلوا الجماهير النادي الأهلي. لا إحنا بنقدي بكسورة كويسة بنقدي أداء جيد فنياً. مع نتيجة إيجابية أكيد لازم جميل النادي الأهلي تسعد طبعاً. طيب. هركن دلوقتي مطش يوم 11 ده على جامل. يعني مطش يوم 11 ده مش هفكر فيه أساساً. واعتبر أنه النهائي حرفياً كده. واعتبر أنه النهائي هو يوم أربعة بس. نهائي دوري الأبطال هو يوم أربعة بس في القاهرة هنا. عندي قبل مطش النهائي هنكلم على أسبوعين يا كابتن أحمد. أسبوعين من النهاردة هفيهم الأهلي يلعب تلات مطشاط. هنلعب يوم الثلاثة اللي جاي مع أمبي. في الدوري. في الدوري. وبعد كده يوم الجمعة مع جيش. طرعي الجيش. ويوم الأتنين. يوم الأتنين مع سيراميكا. من الأتنين ده للسبت اللي بعده هيكون أول جولة خمس تيام على أول جولة في الجولة. مباراة النهائية يعني أو مواجهة النهائية مع الودان. شايف التعامل الأمثل على مدار الأسبوعين في خلال وانت عندك تلات مطشاط يكون إزاي. هل تريح ولا تركز على التشكية الأساسية. هل تحط في اعتبارك أنك بتحضر تلات مطشاط دول. وخصوصا برضو أنت عارف وكتب في قط اللبس أكيد بتتكلمه أنه أنت حسابتك في الدوري مريحة. يعني أنت متقدم في الدوري وليك عدد معجلات لو كسبتهم إن شاء الله كلهم تحسم البطولة بدري بدري. فتفكر في التلات مطشاط دول إزاي؟ هو قدت لبس الفرقة أو الجهاز بيعرف يفصل كويس. يعني بيعرف يفصل كويس بين أفريقيا وبين الدوري. أنا أعتقد أن بعض اللعيبة اللي هي ما كانتش بتشارك هتشارك المباريات اللي جاية. لأنه برضو خلينا وقعين. أحنا بنفصل كويس لكن الرجل عينه على الفينال. أكيد. واللعيبة كمان يا ابتهاي لي. واللعيبة كمان عينها على الفينال. كله عين على الفينال لكن مش هياخد منه في الدوري. ده اللي الناس لازم تبقى واسكة فيه بشكل كبير جدا أن اللعيبة الموجودة بالجهاز الفني بيقدروا يفصلوا محليا وأفريقيا كويس. عشان كده أنا بشوف أن الأهم عنصر هو العنصر اللي ما كانش بيشارك الفترة الأخيرة. أنه يبقى الثلاث مباريات دول يبقى جاهز أو حتى لو أي حد وميزة مميزات الرجل أنه ما بيغيرش كتير. ممكن هتلاقي اثنين أو ثلاث لعيبة على التشكيل الأساسي اللي بيلعب متغيرين. مين أنت محتاج تشوفه في الملعب أو تتمنى أنك أنت تشوفه في الثلاث مطشات دول؟ مين لازم ياخد رجله تبقى في الملعب؟ طاهر. طاهر مهم أنه يدخل لأنه مهم جدا ترايح بيرسي تاوي أحسين الشحات. شريف ياخد ممكن مكان كهرباء في نص الملعب ممكن ياخد السلية. سواء ممكن ترايح حمدي فتحي أو أي حد من نص الملعب. مروان فارق بشكل كبير مع نص الملعب طبيعي أنه ياخد ولسه بيشارك. لكن ضغط المباريات أتمنى أن يبقى في حد معالي معلوم. يعني مع حد معالي معلوم يشيري. خالد عبد الفتاح بيشارك مكان هاني دايما فيه تغييره كده دايما. مرح نزل مكان معلول. مكان معلول بس لكن معلول مهم يريح. يعني مهم يريح لأن أنت علي مستنزف شكل كبير جدا. أن الرجل محليا وأفريقيا بيعتمد عليه بشكل كبير وهو من أهم العناصر الموجودة. لكن في بعض اللعيبة أتمنى أنها لما تشارك ممكن عبد القادر ياخد الفترة اللي جاية. أتمنى أن اللعيبة كلها تبقى بتقدي المية في المية بتاعتها مع اللعيبة اللي ممكن ترايح أنها اللي كان بتلعب بشكل أساسي. كل ده في مصطحة الفرقة لكن أنا بقول ليه عناصر جديدة أن أنت عندك كل ثلاثة يام مباراة. وده حاجة مش جديدة على النادي الأهلي لكن ضغط مغراد بشكل كبير جدا. وضغط بدني كبير جدا على اللعيبة اللي بتشارك عشان كده ممكن يريح عبد المنع ويلعب ياسر ومتولي وراء. في بعض التغيير كده مهم إنها تحصل لو أنت عينك على المباراة الفاينال. طيب كيف سيواجه الأهلي الوداد في سيناريو مكرر؟ وإن كانت طبعا الاختلاف الوحيد عن المواجهة السنة فاتت أنه مباراة السنة دي أو مواجهة النهائي السنة دي هتكون على مبارتين. زهاب وعودة. زهاب وايام. الزهاب في القاهرة ثم العودة في الدار البيضة. وتعالوا نقرأ كده بقى الترجي أو نذاكر الترجي بشكل فيه تفاصيل كتير ونستعرض ونشوف مشواره عامل إزاي في أفريقيا لأنه مشواره ما كانش الأفضل. ويمكن كانت ناس كتير جدا مستبعدة حتى مجرد وصوله للدور قبل النهائي بعد تراجع أداءه ونتائجه على مدور مشوار البطولة. لكن وداد النهائي بالتأكيد هيكون مختلف. خلينا نروح لفاصل ونرجع نكمل مع نجميلة كابتن أحمد عادي. أرقام خاصة بأهداف أو معدلات تسجيل أهداف نادي الأهلي الموسم ده في كل المسابقات لكل الخطوط. الأهلي إجمالا سجل 69 هدف. خط دفاعه فعالية الأهلي الهجومية تبدأ من خط الدفاع. خط أو لعابي خط دفاع نادي الأهلي مسجلين 13 هدف. لعابي خط الوسط مسجلين 8 أهداف. ولعابي الوسط الهجومي أو الأجنح مسجلين 27 هدف. وخط الهجوم مسجل 21 هدف. شوف الأرقام دي إزاي أسمع تعليقك عليها الأول. أرقام جيدة جدا طبعا أن أنت كل الخطوط بتقدر تستغل الفرص اللي بيجيلك. وخصوصا أرقام خط الظهر. ده أكبر دليل أن الرجل شغال على كوارس سابتة بشكل جيد. سواء بيطلع بيحرز هدف عبد المنعم أو يسر إبراهيم أو محمود متولي. ده أن الرجل فيه كذا طرق أو كذا استغلال للأداء النادي الأهلي. حتى لو أن أنت مش قادر على مستوى الهجوم أن أنت بتقدر تفنش هجمات لك. بتقدر تشتغل من كوارس سابتة حتى لو مفتح لعب مقفولة عليك بشكل كبير جدا. كوارس سابتة بيبقى عليها عامل سواء للضربات الروفنية أو الفاولات اللي من خارج الثمانتاشر. فدي أرقام جيدة جدا لكل الخطوط اللي موجودة. عارف وأنت بتتكلم على الناحية الهجومية كمان. افتكرت أنها واحد دفعي. في فترة من فترات كده كان طهر متقلق فيها جدا. عارف طهر البدني عنده ما شاء الله علي. والسرعات كبيرة. فكان دايما يقولك أنه في البدايات كان كوارس بيعتمد عليه لأنه كمان بيقدي الوجبات الدفاعية. النهاردة وإحنا بنتكلم. أنا خدر وأنت بتقول ده. أفتكر كمان أن واحد دفعي. زي ما المهاجمين المدافعين ليه ومشاركات هجومية وفعالين وبيسجلوا أهداف. كمان النهاردة بقيت أشوف بيرسي تو بيعمل وجب الدفاعي. حسين الشحاة. حسين الشحاة بيعمل وجب الدفاعي. أحمد عبدالقادر رغم أنه مظهرش كتير في فترة أخيرة. لكن شفت له حاجات ما كنتش شوفها. يعني كنتش شوف عبدالقادر بيعمل الدور ده نهائي وبيعملها بإجادة تن. لا عبدالقادر في أحد المباريات لو حضركتك تتذكر أنه بيدافع في الستة يار ده بتاعت النادي الأهل. أنا بقول لك. وهاجمة كانت ده في مباراة بيرامدس في نهاية كالسوبر. لقيته وراء علي معلول بيدافع في الستة يار ده. ووضح أنه الراجل يعني شغال واحد على تيمورك. وفيش حاجة أسمعه أن المهاجم يهاجم بس وأن المدافع يدفع بس. لأ كل واحد ليه في الملعب براسم لكل دور. نواحي دفعية ونواحي هجومية واللعيبة كمان بتاعت تتطور المهاجمين. بقى بقينة بنشوفهم كلهم بيقدوا أدوارهم دفعية والمدافعين كمان كلهم من عرضه مسجلين أهداف. ما دي ميزة دي اللي بتميز أي لعب داخل النادي الأهلي. ودي اللي بحريص عليها الراجل بشكل كبير جدا أن أنت زي ما بقى لك مهام هجومية أنت لك مهام دفعية. هنا الراجل دي الأفضلية لك أن أنت وإنت لعب أن أنت تلعب. هل بتهاجم كويس وما بتدفعش كويس؟ فلا مش يبقى ليك دور. لكن مهم جدا قبل ما تكون بتهاجم كويس أنت بترجع مع الراجل اللي بيلعب تحت منك أو بترجع في حالة الزيادة. مثلا علي معلول لو زاد عبدالقادر يغطي وراث زي. حسين الشحات بيعمل وجب دفاعي مع علي معلول زي. الناحية التانية هتلاقي بيرسيتاو بيدافع مع محمد هاني. إزاي هتلاقي نزول طاهر حالة البدنية الجيدة اللي بتبقى عنده بيرجع ويدافع. إشراك خالد عبدالفتاح مكان محمد هاني بيقدر يقدي الدور الهجومي والدفاعي إزاي؟ فكل ده بيصب في مصطحة الفرقة. كل ده هنشوف الأرقام الجيدة اللي احنا بنتكلم عليها دايما. من طريقة لعب الراجل ومن الأداء الجيد اللي بيقديه كل أي حد عنصر داخل النادي الأهلي سواء في مستوى الدفاع أو نص الملعب أو مستوى الهجوم بيقدر الدور بقى أكمل وجهة جيدة. تعال روح للأهلي والوداد. تمام. الأول إيه الفرق بين نهاية السنة دي ونهاية السنة اللي فاتت؟ الفرق إنه زهاب وعودة. يعني زهاب وعودة هنا فيه تكافؤ فرص. ده اللي ما كانش موجود السنة اللي فاتت. كأهلاوي حسيت بالظلم السنة اللي فاتت؟ كل مبين لأنه كان مهم جداً تحدد الفاينال. لو أنت محدد الفاينال من قبل البطولة أو حتى من أول البطولة كنا نقول ماشي إن ما فيش مشكلة. ده كان حصل على فكرة في النسخة بتاعت النجمة العشر. يعني لو تفتكر بطولة الدولي الأبطال اللي الأهلي واجه فيها كايزر تشيبز تلعبنا النهائي فين؟ في لعب شمتزارك. في الضر البيضاء. عشان كان متحدد من بداية البطولة إنه النهائي هيتلعب في المغرب. وعلى فكرة كايزر تشيبز في قبل النهائي كان بيلعب الوداد. طمعين. والأهلي ما كانش عنده أي اعتراض. ليه؟ وكانت الوداد فرصه أكبر في الوصول المغرب النهائي. عشان كان متحدد الفاينال من قبلها. لكن عشان كان الفاينال متحدد من قبلها. عصي في ناس فتح الملف تاني. بقولك الأهلي بيتحجج ومش بيتحجج. والأهلي ملكش حجة. لا دايماً الأهلي ما بيعلقش يشمع. بقولك ايه هو أنت لما كنت تدعى بدوري أبطال أفريقيا توصل النهائي مرة واثنين وثرة أربعة. أصحابك الزمالكوية كان بيقولك ايه؟ بنشجع الأهلي وإلى نفسها الأهلي يخسر. لا هي حالة بتبقى غريبة علي بصرحة. تبقى غريبة علي. نعايزين الأهلي يخسر وصد أي فريق. فدي حالة غريبة يعني احنا دايما بنتكلم ان النادي الاهلي خيره من يمثل مصر في المحافل الدولية وده بالاركام وده بالتاريخ لكن ده ما يدكش مبرر ان انت تغل على الاهلي او عايز اي فريق حتى لو باللعب فريق درجة ربعة عايزين ان هو يكسب الاهلي لا احنا دايما بصين للاهلي يفعش اقولك ان ده شعور طبيعي لانه انا مش قادر اعمل حاجة ففوزك ووصولك للنهائي كل سنة بينور وبيبروز حالة العجزة او حالة الفشل او حالة عدم النجاح اللي انا عايش فيها ده ما يديش مبرر فانت المصلحة انك متوجعليش دماغي يبقى كل سنة توصل للنهائي توصل اربعة نهائي واربعة لا انا شايف ان الناس مركزة بشكل اكبر ان خلاص بقى زهاب وقياب او الزهاب بس او لا النادي الاهلي تحت اي ظروف يلعب تحت اي ظروف يلعب وده كان تصريح بشكل كبير جدا من الكابتر محمود الخطيب قبل النهائي السنة اللي فاتت اللي احنا في المغرب هنلعب يعني في اي حتة هنلعب كله كان بيقول لا النادي الاهلي لازم يعتذر زي ما فيه رأة تانية بتعتذر للاسباب يعني مفيش مفيش يعني مواجهة اصعب من ان انت بتلعب الودات في الفاينال ان انت مبرر ليك وظلم بيين وان ان انت بتحدد المغرأة بتحدد منه في مجهة الـ 4 و 11 يأثر اللي حصل في النهائي السنة اللي فاتت والاحساس اللي عايبة والنفس اللي عايبة دي هي اللي لعبت هناك وحشت انها تظلمت وانها تحرمت من اللقب كانت هي حقه اقدر به وانه لو كان فيه عدالة او مساوافل وتكافؤ فرص كان ممكن جدا تبقى البطولة التالتة اليوم على التوالي بيكسبوها يأثر ده على دوافعهم وتفكيرهم في مطشين الوداد اللي جايين هيأثر بالإيجابية 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 هو ده النادي الأهلي طول ما انت عندك حوافز ودوافع بتقلب الإيجابية تحت اي ظروف وميستر كولر ما كانش حاضر ده هل لعيبة انا فاهم طبعا لعيبة كانت حاضرة ده لكن هل اصد اقول ممكن تفكير ميستر كولر انه لا انا ماليش علاقة بالقصة دي انا انسى اللي فات ده مش بتاعي انا لايه في اللي جاي ده ويفكر بشكل مختلف ولا يحاول يشتغل على ده اكتر كمان ويعني يخلق دوافعهم هو هيشتغل على لما هيلاقي حماسة اللعيبة حماسة الجهاز الفني المعاون اللي معاه انهما لمسوا ده السنة اللي فاتت كابتن سيد عبدالحفيز كل اللي شاف المشهد السنة اللي فاتت هيبقى دور الرجل الأكبر انه هو يخرج اي طاقة سلبية اي دوافع حماسية بشكل كبير من اللعيبة وانه هو يقلل الضغط عليهم بشكل كبير جدا لان بلغة الكرة كده في طار قدين اللعيبة هتبقى نازلة قد المسؤولية عندها دوافع وحافز وحافز كبير جدا انه هو ياخد البطولة اللي ما قدرش ياخدها من نصة اللي فاتت صحيح فالدوافع اللي عند اللعيبة دي اقول عند اللعيبة في المقام الأول عند اللعيبة الكبيرة عند قوضة لبس النادي الأهلي لا في دوافع لازم تحقق المكسب لازم تسعد جماهيرك عشان الصورة اللي حصلت السنة اللي فاتت ما تتكررش تاني وده هيبان وده سقطنا في اللعيبة الموجودة مع الجهاز الفني لكن الدول الأكبر على مستر كولر لانه هو هيحاول يقلل اتقل الزيادة اللي عند اللعيبة اعتقد ان اللعيبة كلها تبقى على قد المسؤولية وحاسين بالمسؤولية لو عيشت الحالة يعني حالة انك انت شخصين هتلعب المطش اللي جاي ده مطشة أربعة ايه اللي مستنين من الجمهور اللي هيبقى موجود في الاستاذ وإيه اللي مستنين من الجمهور في فترة ما قبل المباراة اللعيبة مستنين من الجمهور الدعم الدعم الكامل وده اللي مريحنا ومطمننا كلنا كمحبي النادي الأهلي من أول التسخين أو من قبل التسخين أو على سوشال ميديا الدعم الكامل للعيبة الدعم الكامل للجهاز الفني ان اللعيبة لازم جماهير النادي الأهلي تبقى واسقة مليار في المية ان اللعيبة على قد المسؤولية ان هم عايزين يسعدوك انتو كجماهير لكن الدعم الكامل الموجود من جماهير النادي الأهلي ده مهم يحصل من أول دقيقة ووارد جدا أن أنت في المباراة يحصل إخفاق معين أو ممكن يجي فيك هدف لكن مهم جدا أن تفضل تبقى داعم لأن هنا زي ما قلت دايما وبقول دايما أن لعيبة النادي الأهلي رفعت سقفة محجم مهير النادي الأهلي صحيح على عكس الأهلي يعني احنا ابتدنا بأرقام الأهلي ومشاره في دوري الأبطال صحيح كان فيه دروب رغم أن احنا بالمناسبة بدأنا بطولها بشكل كويس جدا لكن من بعد ما رجعنا كاس العالم هي بطول كاس العالم دي اللي لغبطت شوية الحسابات عندنا أربكتنا يعني أو أصرت علينا بالسلب يعني لكن من بعد ما الأهلي استعدت وزنه قدم مشوار ولا أروع كسبنا القطن كسبنا الهلال كسبنا الرجاء كسبنا الترجي وزي ما تكلمنا في الأقام سجلنا وما استقبلناش وعلى آخر على عكس من ده الوداد كان مشواره في النسخة دي من البطولة متزبزب جدا يعني ما فيش مرحلة من كل المراحل اللي انت شفتها في مشوار دولي الأبطال تقدر تقول أنه الوداد لم يعاني في كل المواجهات اللي دخل فيها حتى بما فيهم تأهل الموارد أنه كان بشق الأنفس كان بمعاناة اتعادل صفر صفر على الأرضه قدام فرقة كان بتلعب في وقت ملاقات نقصة 2 وراح سانداونز هناك تأخر ثم تعدل ثم تأخر ثم تعدل وتأهل بفكرة الهدف الخارج الأرض فمشوار الوداد في البطولة كله تقريبا فيه معاناة هل تتوقع أنه ده يستمر في الأوداء يترجم أوداء يعتمد عليه في حاجة وانت بتحضر لمعاجهة الوداد في النهاية؟ لا زي ما بنتكلم على لعبة النادي الأهلي وعندهم قوامات البطولة مهم جدا نتكلم على فريق الوداد وأنه فعلا اللعيبة عندهم قوامات البطولة آخر فريق أحرص دوري الأبطال وخصوصا كان أمام النادي الأهلي دايما أي فريق بيلعب النادي الأهلي دايما بتكلم عليه أن النادي الأهلي كتاب مفتوح قدام أي فرقة بيلعبها ده هيواجه صعوبات يعني هيواجه صعوبات مع لعبة النادي الأهلي لا فريق الوداد فريق جيد مع مدير فن جديد كان محتاج اللعيبة كلها تثبت نفسها وأن هي تبقى موجودة هيدي دوافع لفري الوداد وفري الوداد عنده دوافع كبيرة جدا أنه هو يحقق البطولة مع دوافع أن الراجل زي ما حصل مع مستر موسيماني يجي قبل كده النادي الأهلي وقدر أنه أول ما جي أحرص بطولة للنادي الأهلي ودوري أبطال أفريقيا كل الدوافع دي هتلاقيها عند فري الوداد وهيفصله كويس يعني النادي الأهلي أو لعيبة النادي الأهلي جهاز الفني مهم جدا هو مش هلعب خصم سهل هلعب خصم عنيد عنده دوافع ودوافع كبيرة جدا لأن أي حد بيلعب النادي الأهلي كده كده بيبقى عنده دوافع هتفكر إزاي في المطشين هتفكر عنه كمستر كولر هتفكر أنه مطش القاهرة هنا هو مباراة الحسب هتلعب الكل في الكل هتحاول تحقق نتيجة رياحك وتنهي على أمال الوداد قبل ما تروح ولا هتلعب بشكل متوازن على أساس أنه المواجهة من جولتين جولة في القاهرة وجولة في الدارة البيضة لا أتوقع أن الرجل عايز يحسمها بدري يعني عايز يحسمها بدري ويعمل نتيجة تريحه هناك يعمل نتيجة تريحه هناك يعمل نتيجة تشيل الضغط من على لعيبة النادي الأهلي هناك وده اللي هيفرق يعني أنت الشروط الأول هنا في مصر يقول كده الشروط الأول في مصر والشروط الأول الثاني في الدارة البيضة لكن اللي هيفرق معاك بشكل كبير جدا ويديك أريحية حتى أنت كجهاز فني وكلعيبة أن أنت تعمل نتيجة هنا إيجابية وده مش عايزينه يسبب ضغط على اللعيبة لأن ده ده اللي مريحنا كلنا كجماهير أن الرجل ما بيغيرش سياسة لعبة زي ما قلت حضرك بيلعب داخل الملعب زي خارج الملعب وده اللي مريحنا بشكل كبير جدا لكن النتيجة هنا في مصر هتفرق معاك بشكل كبير جدا أن هي تشيل من عليك الضغط هناك في تونس أي النتيجة اللي تشيل الضغط من عليك أي مكسب يشيل من عليك الضغط هناك ولا مطلوب مكسب بنتيجة كبيرة يعني شايف إيه الحاجة اللي تودينا الدارة البيضة مرتحين أن أنت ما يدخلش فيك أهداف ما يدخلش فيك أهداف أول حي ده مهم جدا بس لازم تسجل برضو أن أنت ما يدخلش فيك أهداف لكن كده كده أنت إن شاء الله هتسجل مهم جدا أنت تكون بتدفع بشكل جيد بالحالة التنظيمية اللي أنت عليها بتقارب الخطوط ومفاتيح اللعبة زي ما بنتكلم دايما هتفرق معاك بشكل كبير جدا سواء مفاتيح اللعبة تقدر تحرز أهداف مع سواء أي حد ما موجود في خط الفيروت مع الكور السابتة اللي احنا بنتكلم عليها أن أنت تقدر تستغل ده لكن طول ما أنت ما بجيش فيك أهداف وتقدر تحرز نتيجة إيجابية ده هيسهل عليك المأمورية هناك أكيدا قاري مواطن ضعف الوداد يعني قاري أضعف خطوطه قاري المراكز اللي فيها مشاكل ممكن الأهل يشتغل عليها ولا لسه بدري على ده لا أضعف خطوطه من قلب الدفاع قلب الدفاع قلب الدفاع ودي اللي بتديك هتديك الأفضلية دايما أنت قلب الدفاع وبطء جديد في قلب الدفاع التمركز ما ببقاش جيد في قلب الدفاع حتى الحالة التنظيمية عند الارباع اللي وراء ما بتبقاش بشكل جيد ما بقاش قافلين مساحات بشكل جيد هنا كور البينية مثلا من برسيتاء أو حسين الشحات أو كهرباء استغلال بعض الفرصة أو التكمل اللي ممكن بيعمل حمدي فتحي ممكن تخلق أكتر من فرصة وده هيفرق معاك بشكل جديد أقوى تشكيلة من وجهة نظر أحمد عادل يواجه بيها كور الوداد في مطش الزهاد أكيد في خط الظهر الشناوي محمد عبد المنعم ياسر إبراهيم محمد هاني علي معلول في نص الملعب أليو ديانج مروان حمدي فتحي بيرسيتاء وحسين الشحات كهرباء يعني نفس التشكيل اللي بدأ بيها بس إثناء علي لطفي لا نفس التشكيل رأيك في علي لطفي مبارح أداء هايل يعني أداء علي لطفي هايل وأنا مش مع بعض الأقويل إن النادي الأهلي محتاج حارس مرم دي أقويل ممكن تسبب ممكن ألأ عند اللعبة شوية لكن لا الشناوي حارس الأول في مصر علي لطفي مفيش حد أحسن منه أنت تتعاقد معنا يبقى منافس للشناوي عندك مصطفى شبير ما شاء الله لهم ما بياخد وعايزين مش هنقول صغير في السن لكن في أنت تبقى ثالث أو كدير أنت ممكن تخش تبقى ثاني أو المباراة اللي أنت شاركت فيها قديت متحرك تبقى حارس الأول للنادي الأهلي لا المركز ده في النادي الأهلي فيه طمئنام بشكل كبير جدا ومفيش حراس أحسن من الموجود مش هيسع الترجي لكن هاختب بكلمة قلتها لأحمد قبل ما ندخلها على أهواء أطول قلت الأهلي لو لعب بنفس المستوى والأداء والروح اللي ظهر بيها في كاس العالم مفيش فريق في أفريقيا ممكن يوافق قدامه متفق ولا مختلف لا متفق معك تماما وده اللي مريحنا بشكل كبير جدا فأتمنى لو النادي الأهلي أقدي بنفس الأداء ده بنفس التنظيم ده أتوقع بشكل كبير جدا إن النادي الأهلي إن شاء الله يحال بطول 11 ثقاتنا كبيرة في نجومنا وفرقتنا ثقاتنا كبيرة الحقيقة وبتزداد يوم بعد يوم كل مباراة ثقتي في مستر كولر بتزداد وبشوف الراجل ده إن شاء الله مشروع مدرب يقدر يحقق إنجازات كبيرة جدا مع الأهلي السبعية دايما قدام عينينا الموسم ده إن شاء الله بإذن الله نقدر فرقة الأهلي تحقق سبع ألقاب لكن مطلوب التركيز احنا على بعد 14 يوم من أهم مباراة أو أهم مواجهة الموسم ده للنادي الأهلي 11 قريبة مش بعيدة التركيز الالتزام المجهود وأعتقد إن الأهلي إن شاء الله قدر يحسم البطولة دي لصالحه شكرك شكرا جزيلا كابتن أحمد نوارت الدنيا ومبروك مرة تانية الله يبارك في تقاول النهاية وإن شاء الله المقابلة جاية ببارك لك على نجمة 11 في تاريخ الأهلي يا رب إن شاء الله دايما بس عدو أنا موجود مع حضرك من النهار ده بس عايزين جمهور صحي مع فرقته قدامنا فترة مش كبيرة وعندنا ثلاث مواجهات برضو مهمين جدا نتطمن على فرقتنا ونأكد على صدرتنا لبطولة الدوري وبإذن الله نكون على المعايات جاهزين للوداد في نهاي يوم أربعة إن شاء الله في القاهرة مستنين جمهور نادي الأهلي يملى للاستاذ كله ويشجع ويقازر كما عوادنا دايما الحقيقة هو اللاعب رقم واحد في نادي الأهلي بشكركم على المتابعة ودايما نتقابل على كل خير في السلسة تحياتي لكم